أكد البنك المركزي المصري أن صافي احتياطيات النقد الأجنبي ارتفع إلى 34.447 مليار دولار في مرأس الماضي بالمقارنة بـ 34.352 مليار دولار في فبراير كان البنك المركزي قد ذكر أن سيولة المحلية بالقطع المصرفي ارتفعت بقيمة 335 مليار جنيه لتصل إلى 737 تريليون جنيه من هيئة يناير 2023 مقابل 7.402 تريليون جنيه من هيئة ديسمبر 2022